تنظم دار التقافة بالتنسيق مع جمعية أجرس الثقافية وجمعية ضوء المتوسط هذه التظاهرة التي تعنى بالصورة المسمى الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية في هذه الطبعة الخاصة التي تستضيف من خلالها دار التقافة العديد من المصورين وهوات الصورة من مختلف الولايات أشكر جزيلا شكر الأستاذ أحمد الهامل مؤثر ورشة سمع البصري لدار التقافة الذي أشرف على تحضيرات هذا الصالون بالتنسيق مع دار التقافة طبعا الافتتاح كان بإشراف سيدوى لولاية عنابة الذي كان يكرم مجموعة من المصورين الذين قدموا الكثير لصورة الفوتوغرافية بولاية عنابة أيضا كان الافتتاح بتقديم عرض حول إنجاز جديد إن شاء الله موجهة للطفل من سيارة النور إن شاء الله عن قريب إن شاء الله الاختتام سيكون بتواصل هذا المعرض وأيضا بصهرة فنية راح تكون في ساحة الطورة إن شاء الله من تقديم الفنان بقشابية ردوان شاركت بعض الصور فيما يخص المدينة القادمة في معالم أتارية بحر بصفتي كبحار مش يجعوا كل المصورين الفوتوغرافيين يبدعوا يزيدوا يبانوا في الميدان هذه مساهمة بسيطة والحمد لله يعني كنشوفوا زملائنا ونشوفوا ناس من جميع أرباع الوطن إنهم يشاركوا في صالون الفوتوغرافي هذا إن شاء الله الناس كل تشارك في معارض كما هذه لكن مربحش يستفاد إنه يتعرف على أخوه من ولاية واحده هي في الحقيقة صالونات الصورة الفوتوغرافية في الجزائر عامة وخاصة في ولاية عنابة لازم تدعم بكثرة من طرف الصورة لماذا؟ لأن الصورة الفوتوغرافية عندها دور مهم في السياحة وفي الاقتصاد